نروح من اليورو لكوبا أمريكا وعندنا طبعا نتائج مطشاط مبارح اللي هي تلعبت فجر اليوم نتائج مطشاط النهاردة بيرو خسرت أمام كندا بنتيجة 1-0 وشيلي خسرت قدام الأرجنتين بنتيجة أيضا 1-0 عندنا مطشاط فجر يوم الخميس اللي هتتلعب بعد منتصف الليل النهاردة إن شاء الله الإكوادور في مواجهة جامايكا وفنزويلة في مواجهة المكسيك دي مباريات الكوبا ودي مباريات اليورو ونتائج والمطشاط اللي هتتلعب النهاردة وهيكون لنا جولة نظرة كبيرة جدا على المجموعات مواجهات تحددت في دور ال-16 كده الأرجنتين تأهلت رسميا عندنا البرتغال عندنا ألمانيا تأهلوا بشكل رسمي فرنسا النمسا يعني هنجمع على حضراتكم طبعا أرجنتين بقيادة لايو ميسي طبعا ونجوم الأرجنتين دي ماريا ومارتينيز لكن هناخد النهاردة جولة محررتكم في اليورو وتوقعاتنا من وقع المتابعة لدور المجموعات اللي أظهر الحقيقة مفاجئات كتيرة جدا في مستوى عدد كبير من المنتخبات الرهانات اختلفت يعني أسبانيا قبل البطولة كانت بايدة جدا أو ما كانش فيه ترشحات كتيرة جدا بتصب في مصلحة المنتخب الأسباني النهاردة أسبانيا أعتقد هي اللي بتتصدر المشهد من حيث سباة المستوى وانسجام العناصر والأداء اللي قدمته في دور المجموعات لكن القصة في الأدوار الإخصائية غير احنا تعودنا دايما أنه دايما مدام فيه فرص للتعاويد في المجموعات فالمنتخبات ما بتكشرش عن نيابها قوي وارد جدا في الأدوار الإخصائية يظهر أو يستعيد منتخب فرنسا منتخب انجلترا منتخب ألمانيا قدراتهم الكبيرة جدا وده اللي هنحاول نقرأه مع حضراتكم متشفاركم حاضر معانا جدا